الست أم مصطفى بتقول كان عندها قطعة أرض ومئة متر وهو اداها أخوها عشر تلاف وبعد كده قال لها بقية الفلوس حساعدك في جهاز بنتك في الحاجات التقيلة ولما احتاجت في جهاز بنتها ما ساعدهاش وقال لها انت ملكيش عندي حاجة بتقول أنا أطعافة هل أنا أقسم على ذلك؟ ما ننويش بنية بتاعتنا قطيع يعني القطيع بالنية ده أنا مش هكلمه تاني وبقى عزمة بقلبي على كده ده أمر ممنوع مسألة الأرض ليه بس نقطة دايما نذكر بيها أي معاملة خلينا بالأوراق والإثبات لأن مسألة الأرض دي وبعها وانك ما خدتيش بقية حقك كان ينبغي التوسيق لضمان الحقوق ورفع النزاع لما القرآن أمرنا بان احنا نكتب وان احنا نوسق عشان يوجهنا إلى دعاء الدعائم اللي بتأدي إلى السلم المجتمعي لما بنكتب الحاجة بنوسقها فلما بنوسقها بنرفع بنبعد نفسنا عن أي نزاع أو أي نوع من أنواع الخلاف فبالتالي كان دا ينبغي أنه يحصل فده ما حصل شيء طيب الأمر هنا مرده إما للقاضي أو التراضي إن أنا برفع الأمر لجهة القضاء أو بتراضى مع أخي دا على أي صفة كانت يا صاحبة السؤال فأرجو إن حضرتك لا مانع إنك توصلي هو أنتم أتعالى أوصلي عادي وكل مرة توصلي أليل أذكرك أصلك وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يطهر قلبي وأصلك وأذكرك بحق الذي عندك لكن أنا لازم أسأل عنك وأطمن عليك لأنك أنت خوية وأذكرك بحق الذي عندك وأسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله لنا ولكم السلامة